عندما يكتب الأديب رواية أو قصة هو لا يفكر في السينما أو التلفزيون هو يفكر في المنتج اللي هو بيكتبه عادة الأدباء وتحديدا أدبنا الكبير يوسف إدريس طبعا هو علامة القصة قصيرة فلما تقرأ يعني قصص قصيرة ليوسف إدريس يعني تحس أنه يعني هذه الورايقات أو ورقة تتحول إلى عمل لأنه كل جملة عند يوسف إدريس فيها شرح ووصف وخيال ولكن هل كان يتخيل الأديب الكبير يوسف إدريس أن يتحول سره الباتع الورقة ونصف أو الورقتين من قصة موجودة في رواية حديثة شرف أن تتحول إلى عمل تلفزيوني ده سؤال يجيب عنه أسرة الأديب الكبير يوسف إدريس وضيفي طبعا يعني عميد هذه الأسرة المهندس سامح يوسف إدريس اللي حسأله أسئلة كتير جدا وببساطة إيه اللي حصل لاتفاقك إزاي طبعا عجبكم المسلسل وإيه الحكاية في ضيافاتنا المهندس سامح يوسف إدريس مساء الخير مساء الفل وأهلا بحضرتك الأستاذ الشفكي والسادة المشاهدين الكرام يعني ده حاجة جميلة جدا الواحد يقدر يشرح الخلفيات اللي تحدث خلف المسلسل السر الباتع بقى بتاع الرواية أولا خليني أمشي كده معك هذه الرواية دي يعني هل كان يتخيل كتبها أساسا يوسف إدريس أعتقد في سن التلاتينات هي عملها هو عبد 31 سنة سنة 1957 من ضمن مجموعة حادثة شرف حادثة شرف قصة خصيرة وهو بيقصد بسرور باتع البطولة يعني أي شعب أو مجتمع محتاج بطولة ومحتاج بطل البطل يحفزه أنه هو يزاي الكير يحفزه أنه هو يتمران يحفزه أنه هو يشتغل فهو البطل في كل واحد فينا فيه كل واحد فينا فيه سرور باتع صح عنده هو بطولة صحيح هو يوسف إدريس هو نفسه عنده سر باتع؟ أكيد لأنه هو ما كتبها دفاعه عن السلطان حامل كان هو من أصل ريفي طبعاً من قارة البيرون وحافظة الشرقية فهو فلاح وكان بيتخيل أنه فيه فلاح بطل وأنه هو ممكن يبقى الفلاح البطل ده اللي هو بعد ما بتوفى بتلاتين سنة بيعملوله مسلسل ويقولوله مدد آه أنت بتقصد على يوسف إدريس يعني التوازي طبعاً ممكن إنه هو بطل وبعد ما توفى فيبقى المسلسل يعني يعود أو ما كتبه يبقى يتحول لحالة الحقيقة صحيح ده سره الباتع ده سره الباتع ده سر يوسف إدريس الباتع وكل واحد فينا فيه سره الباتع حامد هو ممكن يكون يوسف إدريس نفسه صحيح صحيح ممكن الأستاذ خالد يوسف بقى عاشق لهذه القصة واشتراها قبل كده إحنا لازم نوضح لسادة المشاهدين أن الفكر لا يباع الفكر الناس بتاخد حق الأداء العلن له لفترة لا تزيد حق استغلاله بعد خمس سنوات بيعود الحق إلى أصحابه فهو كان مش عارف لسه هيعمل في إيه خده قبل المرة دي خده قبل خمس سنوات وخلصه ورجع اشتريه تاني لأنه ما كانش عمل حاجة في الخمس سنوات فرجع يجدد بقى الاتفاق تاني آه واشتراها مرة تانية وقدمه بقى في صورة مسلسل إحنا اتفاجئنا بين المسلسل إحنا مكنوا متخيلين أن خالد يوسف بتاع سينما هيعملوا فيلم مثلا وعتدتوا أنه أعمال يوسف إدريس تحولت إلى أعمال سينمائية طبعا أنه داها العيب الحرام صحيح قاع المدينة يعني هو أول مرة هو بيتفق معاكم ما كانش لسه فكرة المسلسل قائمة هو حق في بنود العقد إنه هو حق اللي هو أنه عمله بكل صور الأعمال الفنية المتاحة كمسلسل أو مسرحية أو سينما دايما يعني البنود في العقود بتنص على هذا لكن بتنص على شرط مهم جدا إن المعالجة الدرامية لازم الأسرة توافق عليها أو اللي معاها حق التأليف عشان ما يشوهش المسلسل وأنا شايفه ماشي الغد للوقت كويس يعني إحنا مش هنحكم عليه إلا ما يخلص المسلسل لأن إحنا لسه في الأسبوع الأول انتباعك إيه بقى بعد يعني أنت لآن تشاهد المسلسل وأنت حاسس إنه يعني كل ما هو موجود على الشاشة الأصل بتاعه كان في الرواية صحيح أولا خلينا نقول إن هو كان والدي دكتور يوسف فيدريس كان معروف للفئة المثقفة وصحيح لعمة شعب جزء كبير منهم لأن في قصص للدكتور يوسف فيدريس زي نظرة موجودة في مقررة سنوية لازم تدرسها صح لكن أول مرة يخش البيوت بقى بيت الجاهل تلفزيون بدلين هو بعد ما توفى بتلاتين سنة في مسلسل بتعمله ومسلسل ناجح الحمد لله لغاية دلوقتي أكيد طيب قولي بقى دلوقتي التفاصيل المسلسل مع بداية العمل التلفزيوني انت بقى رأيك فيه إيه رأيك إيه في المسلسل رأيك إيه في الشخص اختيار الأبطال التصوير يعني كويس أولي السؤال ده أولا حدك لازم المشاهد يفرق بين إنه هو بتفرج على عمل درامي في صورة مسلسل وبين إنه هو بتفرج عن فيلم تسجيلي عن تاريخ فالعمل الدرامي بيبقى له رؤيتين رؤية الكاتبه ورؤية مخرجه صحيح لكن لو أنت عايز تعرف في التاريخ ماذا حدث بالزبط ارجع لكتب التاريخ أو تفرج على فيلم وسائقي لكن العمل الدرامي بيبقى له رؤية فنية فيه رؤيته ممكن مبالغته أحيانا فكر مختلف هو خلط الخيال بالخرافة بالحقيقة في مزيج كده جميل يعني أنا عجبني أجمل حاجة عجبني فيه إنه هو بيحي فينا الوطنية اللي هي يعني لازم كل شوية تحييها زي النبات كده تدي له فيتامين عشان يجمر الشخصيات الشخصيات رائعة يعني أنا شايف هو جايب يعني نخبة من ألمع النجوم بعض الشخصيات قد يكون عليها بعض الجدل وهو متعمد وجود هذا الجدل علشان يعمل مشاهدة أكتر عليه أما الأحداث تقصد إنه المخرج يعني عنده تعمد فيه اختيار بعض الشخصيات نعم متخيل كده يعني أنا لو ما كانه هعمل كده أخلي الناس تتكلم طب أنا عايزة أتفرج على المسلسل الناس بتتكلم على الشخصية دي أشوف دي شكلها إيه فاعجبني المسلسل فكمل معها بعض الملاحظات بقى والنقد على الأعمال الدرامية بصفة عامة وليس مسلسل ولدي بس ففيه مسلسلات كتيرة جدا مميزة زي المسلسل بتكلم على الإمام مش شفعي رسالة الإمام بيطلعوا مثلا وهو ابن الضارة كان بيقرأ السيناريو ويقولك ده جوه المسلسل يعني إحنا مش عايزين نتربص ما الكلام ده مش حقيقي أصلا يعني فالناس بس أصلا بتخلط يعني الأشياء يا مشكلة إن الناس بتطلع انتقادات ولا 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 تعطي لنفسها وقت إنها تستمتع بالأعمال حقيقي يعني حقيقي خليني كده وإحنا بنتكلم عن الأبطال هناخدك معنا مدخلة أحدى بطلات مسلسل سره الباتع الفنانة نجلة بدر مساء الخير يا نجلة مساء الخير إزايك يا شفكي مساء الخير إزايك يا أستاذ سامح أخبارك إيه مساء الفل يا فني الحمد لله كمام مساءك منورنا بجد ومفصوصة جدنا بجودك الله يخليك وأنا كمان إزايك يا شفكي أخبارك تمام إحنا دايما معاك ودايما متابعينك في كل حاجة حلوة بتقدميها فكلمين عن سره الباتع أنا شخصيا سعيدة جدا وفخورة جدا بهذا العمل أولا بداية من قصة سره الباتع الأستاذ يوسف إدريس ده بالنسبة لنا تاريخ والحمد لله إن إحنا رجعنا لعمل فني بيقام على أساس رواية أو قصة لأن إحنا مفتقدين الأعمال دي ومحتاجينها أصلي يعني محتاجينها لأن الفن أساسا أن الفن المصور طلع بدايته مع الروايات والقصة فالعودة دي بصراحة أنا شايفها عودة صحية للدراما المصرية تاني حاجة وجود طبعا اسم الأستاذ خالد يوسف لأنه هو مخرج معروف عن أعماله العظيمة من زمان وكلنا كنا متابعين أعماله خاصة أنه برضو تلميذ مخرج عظيم برضو زي يوسف شهين ثالث حاجة هو الشركة المنتجة اللي وفرت كل الإمكانيات علشان العمل ده يطلع بالصورة دي وفعلا كمتين إمكانيات كتيرة جدا توفرت رابع حاجة هو الزملاء الفنانين الموجودين وعودت الفنانين الكبار يعني التاب التاني يبقى ليهم المساحات الصحية اللي كانت لازم تكون موجودة تشععوا بالشخصيات وأستاذ خالد طبعا عمل زي ما نقوله تضافر ما بين الرواية أو القصة وأحداث حالية يعني فهي لسه ما بنتش يعني هي اللوحة لسه ما كملتش صحيح يعني أنا كمان شايفة أنه حتى البوستر العام بتاع المسلسل هو بوستر جماعي لأنه هو البطل الرواية هي اللي جامع كل الناس دي يعني ما فيش بطولة مطلقة لأحد هو ما فيش بطولة مطلقة لأحد بس فيه عمود فقري يعني بنسميه فيه سلسلة ظهر هتربط المسلسل من أوله لأه والسلسلة دي موجودة بداية من الرواية أو من القصة فأنا دايما بقول أن اللوحة لسه ما كتملتش لسه ما كتملتش إحنا بنعمل فن الفن ده فيه بداية ووسط وانهية فيه لوحات لسه بتكمليها بتكمليه زي البازل كده بتكون علشان تبين فأنا شخصيا فخورة بالعمل ده جدا وشايفة أن ده بالنسبة لي إضافة مش أنا اللي ضفت له هو اللي ضفني أن العمل ده هيقرق العمل ده هيفضل عيش وأجيال بعدين هتشوفه وأجيال بعدين هتفهمه يعني خلي بالك ممكن يكون جيل موجود مش فاهمه قوي فاهمني لكن مع الوقت زي أعمال كتيرة قوي إحنا دلوقتي بنشوفها اتعملت زمان لأنه العمل كمان مش بس بيقدم أفكار وبيقدم وبيعمل توازن ما بين التاريخ الماضي والحاضر ففيه شغل كبير جدا الحقيقة ده فردة حقيقي على فكرة خلي بالك السرد ده فردة حقيقي روح فيه حياة فيه شخصيات حية فيه شخصيات موجودة كانت في المجتمع وما زالت موجودة الغد الوقت وهتشوفيه في التضافر اللي هيكتمل بيها اللوح أنا بس كنت بتابع بس كلامكم في حتة النقد الزايد الموضوع مش هو غريب هو غريب بس الناس يظهر من كتر ما بقى فيه حاجات كتيرة معروضة ابتدت زي ما يقولوا إيه تدور على الأخطاء زي ما لما كان عندنا مسلسلين بس كنا بنبقى راضيين ومبسوطين وكان فيهم أخطاء برضو يعني انت فهمني لكن دلوقتي هو مش فهمة أصلا احنا ليه بنتصيد لبعض الأخطاء في الآخر هو عمل مصري في الآخر هو فن مصري المفروض نكون وقتين جنبه فخورين به نستنى نهاية العمل ونشوف اللوحة كاملة وبعد كده نتكلم أو نقيم أو نعترض أو نتناقش أو حتى نتناقش لكن الأعتراض الصابق دي دي ظاهرة غريبة هي طايلة كل المسلسلات صحيح دي غريبة شوي صحيح لأنه بس أنا عايزة أقولك حاجة يا نجلة هي الناس الغير مستمتعة غير مستمتعة على طول يعني يمكن لأنه التقس الرمضاني يعني كله أو الحياة الاجتماعية اللي موجودة هي الدراما والفن فهما مسكين فيها يعني لكن يبقى الفن الجميل موجود وخليكم مركزين في الحاجات الحلوة اللي بتعملوها ونتمنالك التوفيق الفنانة نجلاء بدر وهي أحدى بطلات المسلسل بشكرك شكرا جزيلا يا نجلة حرجع تاني كده برضو يعني أسألك أحيانا بتبقى أسرة أديب كبير قاعدة بتتفرج فأنت قاعد هنا بتتفرج بروح يوسف إدريس ماذا لو شاهد يوسف إدريس هذا العمل الآن في 2023 ملحظاته ممكن تبقى عاملة إزاي؟ تظل مصر متربع على عرش دراما في الدول العربيات كلها إحنا اللي خلقنا الدراما وإحنا اللي عندنا أكبر عدد من المسلسلات وأجمع العدد من المسلسلات كنت سعيد أنه شركة المتحدة يعني تسخر الإمكانيات لعمل وطني كبير يحمل اسم يوسف إدريس؟ طبعا أنا ساعدت جدا وخصوصا أنا معرفت أنه هما قبل ما يبتدي العمل رصدوا يعني ميزانية ضخمة لأنه طبعا فيه حاجات بتنفجر ومعارك صحيح وإعداد ضخمة بتشارك لأول مرة يعني حضرت التصوير؟ إن شاء الله يعني بتمنى أن أحضر قبل ما يخلص بإذن الله تحضر حاجة فيهم يعني إن شاء الله هل در أي حوار بينك وبين المخرج خالد يوسف بعد إذاعة المسلسل؟ آه كلمت وبركت له في الأول وقلت له في مفاجآت قال يستنى في مفاجآت كتير فأحنا مش عايزين المشاهد يستعجل لسه اللي جاي أحلى الأحداث اللي احنا شايفينها على الشاشة يعني في إطار الرواية كلها أو لا فيه تفاصيل كتيرة مش موجودة في الرواية؟ هو كان بيمسك كل جملة كتابها الدكتور يوسف فيدريس ويعمل منها مسلسل لكن في بعض الحاجات هو أدخلها في رؤيته الدرامية زي مثلا جزء عن صورة يناير طبعا القصة دي مكتوبة قبل صورة يناير بتلاتين سنة مكتوبة في الخمسين فهو دي معالجة درامية هو بيحاول يعني يربطها بالأحداث يعمل توازي الهمة التي حصلت في تاريخ مصر يعني لو كان يوسف إدريس موجود كان هيحضر التصوير؟ أنا هحضر التصوير نيابة أنا عنه اللي خليف ما ماتش طبعا لكن هو كان يحب يحضر؟ طبعا هو كان دايما بيحضر كل تصوير لكل عمل له يعني حضر في الحرام وحضر في التصوير كله وعندي صور لكل الحاجات دي مع الممثلين والأبطال وكان يعني كان مساء يبقى في حوار بينه وبين الفنانين كان صاحبهم يعني كان صاحبهم كل الأبطال هو كان بيحب الفن يعني وجي للعظماء كلهم بقى رشدي أبازة وفاتن حمامة وكل الناس اختيار الأبطال بذات البطل حامد يعني احنا عندنا حامد الصغير اللي بيبحث عن القضية وحامد الفلاح ايه رأيك في اللي حاسس ان هم الشابه حامد يوسف إدريس هم مصريين ومصريين قوي شكلا واحساسا وموضوعا فمقصرين فيها جدا والبطالات كمان ممتازين يعني مش عايزين نتكلم مع الأبطال بس هل تسعد لو مثلا تم تحويل مثلا عمل تاني من أعمال الأديب يوسف إدريس ليه وسلسل تلفزيونية حاجات تانية ده يسعدك اهتمام الدولة بتحويل الأعمال الأدبية إلى تلفزيونية طبعا يسعدني وشرفني إن الفكر يطلع في صورة مسلسل لإن بقى صعب على الناس تقرأ النهاردة يجيب كتاب ويقرأ فالدراما أقرأ لكن سهل عليه يقعد يتفرج على المسلسل ويشده وتابعه فهيوصل الفكر بطريقة أو بأخرى أنا الوقت عندي انتهى والكلمة الأخيرة لك مين سره البتا سره البتا كل واحد فينا عنده سره البتا كل واحد فينا مهندس سامح يوسف إدريس بشكرك كل سنة وانتوا طيبين ومبروك المسلسل ومبروك أن تبقى روح يوسف إدريس دائما أدبنا الكبير موجودة على الشاشة وموجودة في كل مكان بشكري كل سامح تطيبين ولكن كل التوفيق صحيح سلام